وصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة اجتماعتها لليوم الثاني على التوالي للاستماع إلى عدد من الوزراء وهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل والمستشار محمود فوزي وزير شؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس محمد ديشيمي وزير قطاع الأعمال العام والوزير محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والوزير شريف فاتحي وزير السياحة والأثر وقد استعرض السادة الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تتضمنها البرنامج الحكومي وأبرزها زيادة الانتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلية وتوفير نحو ثمانية ملايين فرصة عمل في مجالات الصناع المختلفة وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير احتياجات السوق المحلي وإهدت تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وتتشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتنفيذ شركات مع المستثمرين المحليين والأجنب لإدخال صناعات جديدة مؤكدين في خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وحكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية كما أكد الوزراء المعنيين في الاستعراض المقدم منهم على خطط الحكومة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتطوير المواني وخطوط السكك الحديدية وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطعي السياحة والطيران المدني وفي هذا الإطار أبدأ السادة النواب أعضاء اللجنة التفاؤل بما عرضه السادة الوزراء مؤكدين على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات وأهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات والعمل على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أي معوقات تأتواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة في مصر ما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها واسترد السادة رؤساء اللجن النوعية المختصة عددا من الأفكار والرؤى لإزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة وأرب الوزراء المعنيين عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه السادة النواب من ملاحظات واستفسارات وأفكار جديدة وتحديدهم الدقيق لأوجه القصور في بعض القطاعات وترحي الحلول المناسبة لها مؤكدين على أن جميع توصيات اللجنة الخاصة ستكونوا ضمن خطة الحكومة في المرحلة القادمة وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على أن المناقشات التي تمت بين السادة النواب والسادة الوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري ترجمة نانسي قنقر